بيبدأ المسلسل مع شاب اسمه نادي واللي بنعرف ان عنده مشكلة في انه يتعرف على ايبنت لكنه بيحاول لحد ما بيلاه مصد تاني لكن بيظهر انه بيخسر حياته في المقابل وبنرجع لحياة نادي وبنشوفه هو داخل البنك اللي بيشتغل فيه وبينقص شيرين زملته في البنك من الحرمية واللي بيظهر ان نادي معجب بيها لكن بنعرف انه بيحلم وبيفوق من الحلم على صوت والده وهو ابي صحيه وبيسأله عن شيرين اللي كان بيحلم بيها فبيجدب نادي عليه وبيقوله انه كان بيحلم بالشيرين عبدالوهاب وبعدها بيخرج من القوضة وبيقابل اخت الصغيرة واللي بيظهر انها منافقة وبتفضل تمدح في والدها عشان تاخد منه فلوس الملازم للتاني مرة وبعدها بتظهر انصاف والدة نادي واللي بتبقى فتحة لايف وبتتكلم مع المتمين بتاعها وبيضايق حمدي زوجها بسبب انها تأخرت على الفطار وبيوجه لها الكلام عن طريق ولادها وبيفتحهم نادي في موضوع محل الانتيكات بتاع جده لكن والدته بتطلب منه يفتح بيت الاول وبيظهر ان كل حلمة في الحياة ان نادي يتجوز وبتطلب منه يقابلها بعد الشغل وبيروح نادي البنك وبيقابل شيرين وبيفضل يبصلها لكنه مش بيقدر يتكلم معيها وبتكلمه عاطف زملته في المكتب وبتطلب منه يتكلم مع شيرين لكن نادي بيبقى مستني انه يتنقل معها في خدمة العمل عشان يلاقي طريقة يكلمها بيها وبيروح المدير عشان يكلمه في موضوع النقل لكن المدير بيرفض بسبب ان الموظفين معه جبار وانه مش يخرج من القسم اللي هو فيه غير لما يطلقه على المعاش وبعدها بيرجع نادي للمكتب وبيطلب حلم يزميله منه انه يكلم عصام صاحبه عشان يوصله المطار وبنعرف ان عصام اقرب صاحب لنادي وانه كان معا في الجامعة لكنه بيبقى اكبر منه بكتير بسبب انه قعد في الجامعة 23 سنة وبيخرج نادي من الشغل وبيقابل والدته واللي بتبقى جايباله عروسة وبتسيبه معها وبتقوم لكن نادي مش بيعرف يقول اي حاجة وبيبقى مرتبط جدا وبيفضل يسأل عروسة نفس السؤال لحد ما بتدائق منه وبتسيبه وبتمشي وبيفضل نادي محتار بين انه يتجوز صالونات او ياخد خطوة ويكلم شيرين وبيسأل عصام صاحبه ولكنه مش بيستفاد حاجة منه وبيقرر نادي انه يشتري دبدوب هداية لشيرين بمناسبة عيد الحب ولما بيرجع البيت بيلاقي والده مستنيه واللي بيكلمه في موضوع الجواز وبيقوله انه جواز الصالونات هو المناسب ليه بسبب انه مالوش اي علاقات فبيفكره نادي باللي حصل في ابتدائي وهو انه كان بيحب زميلته وبعت لها جواب لكن ساعتها والده عارف ويتري عليه قدام الطلبة وبنعرف ان حمدي ابوه بيشتغل مدير مدرسة وبيرفض نادي انه يتجوز صالونات وبيقول لوالده انه مش هيتجوز واحدة والدته جابتها له وبعدها بيدخل قطه وبيفضل يتضرب قدام المراية على الطريقة اللي هيكلم بها شيرين ويديلها الهداية وفي الوقت ده بتشوفه خطو بتتريق عليه لكنها بتوافق تساعده مقابل انه يديلها فلوس وبتطلب منه انه ما يتكلمش مع اي حد لما يدخل البنك وتاني يوم بيطبق نادي كلامها وبيحط الهداية على المكتب بتاع شيرين واللي بتسأله عن اللي بيعمله لكن نادي مش بيقدر يتكلم وبيفتكر اللي والده عمله فيه في المدرسة وبياخد الهداية وبيمشي ولما بيرجع البيت بيلاقي والده والدته وبيحتفله وبعد الحب وما بيرداش حمد يفتح له الباب وبيطلب منه ويروح لمحل الانتيكات بتاع جده وبيينبهر نادي اول ما بيدخل المحل وبيوقع تمسال بالغلط وبيتفاجئ لما بيلاقي فيه جواب وبيفتكر ان جده كتبه لجدته لكنه بيتصدم لما بيقرى المكتوب في الجواب واللي بيظهر ان الجواب سحري وان اي حد يكتب اسم البنت اللي بيحبها عليه ساعتها تقف حبه على طول فبيكتب نادي اسم شرين وبيستغرب لما بيلاقي السهم اللي في الكرت بيتحرك وبعدها بيعرف ان الاعجاب مش بيدوم كتير وانه ممكن يخسر حياته لو ما استفدش من الكرت وبيسمع البابه وبيخبط وبيفكرها شرين لكن بيظهر ان عصام هو اللي بيخبط عليه وبيتصدم نادي لما بيروح البنك تانيوم وبيلاقي شين بتبصله وبتقلق عليه جدا لما بيقع وبتقوله انها هتيجي على المكتب بتاعه عشان تطمن عليه ومش بيصدق نادي نفسه طبعا خصوصا لما بتروح له المكتب فعلا وبتقوله انها تستنى برا وبيداي المدير وبيقرر انه ياخر نادي في الشغل واللي بيتفاجئ لما بيخرج وبيلاقي شين مستنية فعلا وبتديله رقمها وبتطلب منه يخرج معه بالليل ولما بيرجع للبيت بيتصل على عصام واللي بيقترح عليه انه يلبس بادلة في اول موعد ليهم وبيتفاجئ نادي لما بيروح العنوان اللي الشين قالت له عليه وبيلاقي مالها ليلي وبيعرف انها كمان بتشرب خمرة وبتعرفوا الشين على صحابها وبيدخل نادي الحمام وبيغير طريقة لبسه وبيوافق انه يشرب معيها وبيقلق اهله جدا لما بيتأخر ومش بيرد عليهم والتاني يوم بيفوق نادي وبيلاقي نفسه ولبس جلبية وبيقول له عصام ان كل اللي في الحفلة مشوا معادة هو وبيخاف نادي بسبب انه تأخر على اهله وبيتصدم لما بيرجع البيت وبيلاقيهم عاملين عزلية وده لانهم فكروا انه مات لكن نادي بيطامنهم وبيقولهم انه كان صهران مع صاحبته وبيطلب والده منه انه يدخلوا المكتب وبيظهر ان حمدي مبسوط انه نادي بقى بيحبه ونتغير فرغم انهم اصلا مش مصدقينه وبتتفاجئ انصاف لما بتفتح الباب وبتلاقي الشين قدامها واللي بتروح البيت لنادي بسبب انه ما بيردش عليها وبيهنباهر حمدي اول ما بيشوف شيرين ودلق انها جميلة ومش بيصدق ان دي بتحب ابنه وبيدي لنادي 300 جنيه عشان يصرف على شيرين وبيقول له اخرج معه فالصحة وما تستخسرش فيه حاجة وبتعزمه الشين على سوشي وبيقرر نادي ان هو اللي يدفع لكنه بيندم بسبب ان الحساب بيبقى غالي جدا وبعدها بيخرج مع شيرين وبيشتري لها هدوم كتير وبتطلب منه يروح معه على النادي عشان يلعبه سوى لكن النادي مش بيعرف يلعب وبيحاولوا ان يلعب معها لكنه بيفشل ووشه بيتجرح وتاني يوم بتقول له والدته انهم هيروحوا البيت شيرين عشان يخطبوها فبيقول لها نادي انه محتاج يتعرف عليها اكتر لكن اخته بتقناعه بتقوله انه لازم يتقدم لها قبل ما تعرف حقيقته وبيظهر انه نادي مرهق جدا بسبب طلبات شيرين واللي بتطلب منه انهم يروحوا اسكندرية فوقت متأخر جدا وتاني يوم بيروح نادي البانكو وبيستغرب من رد فعل شيرين واللي بتعامله بطريقة وحشة وبيخرجوا بالليل وبيطلب نادي ايديها في نفس الوقت اللي بتقوله انهم لازم يسيبوا بعض فبيسيبها نادي وبيدخل الحمام وبيحاول يكتب اسمها على الكارت تاني لكن الالم مش بيكتب وبيكتشف نادي ان مفعول الكارت بيدوم تلات يام بس وبيحاولوا انه يقنع شيرين لكنها مش بتبقى عايزة تسمع منه حاجة وبتقولوا انهم مش شبه بعض وبتسيبوا وبتمشي وتاني يوم بيجهز نادي عشان يروح الحفلة السنوية بتاعت الجامعة بتاعته وبيفضل زعلانة على شيرين لكن عصام بيزعق له وبيقولوا انه عارفها تلات يام بس وان الحفلة اللي هيروحها فيها بنات كتير وبيستغرب نادي لما بيوصلوا الحفلة وبيلاقي ان ما فيش حد فاكره والكل فاكر عصام بس بس في الوقت ده بتظهر آية زملتهم في الجامعة وبيقولوا عصام انها بقت سيدة اعمال كبيرة جدا وبيطلب من نادي انه يكلمها وبيتبسط نادي جدا لما بيلاقي آية فاكرية ولما بتسيبه بيطلع الجواب وبيكتب اسمها عليه وبتعجب آية بيه على طول بعدها لكن نادي بيتراب لما بيلاقي مسدس في شنطتها وبيخاف اكتر لما بتطلب منه يستنع بعد الحفلة بس نادي بياخد عصام وبيمشي وفجأة بتظهر عربية وبتخطف نادي من قدام الحفلة وبيظهر النقاية رئيسة عصابة وبتسأله عن اللي بعته ليها وبتبقى مستغربة جدا بالسبب مشاعرها ناحيته وبتديله تليفون مش عليه غير رقمها بس وبتقوله انها لو حسد بنفس المشاعر لتانيومها تكلمه وبعدها بتوصله لحد البيت وبيستغرب حمدي لما بيشوف ابنه نازل من العربية وبيجدب نادي عليه وبيقوله انه كان مع عصام لكن والده مش بيصدقه وبيطلب من انصاف انها تدخل القوضة بتاعته وتفتشها وبتلاقي انصاف التليفون وبيلاقي رقم آية عليه لكنه بيبقى متسجل باسم غريب وبيتصدم حمدي وبيفكر ان ابنه وجسوس للمخابرات الامريكية وبيستغرب نادي لما بيصحى تانيوم وبيلاقي على مصر في كل حتة وبيشغل حمدي افلام وطنية لكن نادي مش بيبقى فاهم حاجة خصوصا لما بيلاقي المتابين بتوع والدته وبيدعوله بالهداية وبيتكلم نادي مع عصام وبيقوله انه مش متطمن لآية بسبب ان الحراس بتوعها كان معهم سلاح لكن عصام بيقنعه وبيقوله انه كل سيدات الاعمال معهم سلاح وبيخرج نادي من الجيم وبيختفوا رجالة آية من غير ما عصام ياخد باله وبيتراهب نادي لما بيشوف آية وهي بتعذب رجالتها وبتضربهم بالكرباج وبعدها بتتكلم مع نادي وبتعرفوا بشغلها الحقيقي وبتقوله انه هيشتغل معايا وبيستغرب نادي لما بيلاها عارفة كل حاجة عنه وبعدها بيقابل عصام وبيحكيله عن اللي حصل وبيقوله ان آية عندها مغزن سلاح لكن عصام مش بيصدقه وتاني يوم بيروح نادي الشغل وبيلاها صحابه وبيحتفلوا بيد ميلاده وبيستغرب لما المدير بيتكلم معاه وبيوافق على الترقية وبيعمله بطريقة كويسة جدا وبيظهر ان آية خطفت أولاده عشان يراقي نادي في الشغل وبتتصل آية على نادي وبتطلب منه يروح لها المغزن عشان تحتفل بيد ميلاده لكنه بيتصدم لما بيلاقي خطف أهله واللي بيترعبه لما بيعرفه ان نادي مرتبط بآية وبيقوله والده انه لازم يسيبها وتاني يوم بيصحى نادي من النوم وبيتبسط لما بيلاقي اسم آية اختفى من الكرت لكنها بتكلمه وبتطلب منه انه يقابلها لكن نادي بيخافه بيهرب من رجالتها لكنهم بيخطفوه وبتستغرب آية انها ارتبطت بيه وبتقوله انه عارف عنها كل حاجة وبترفع عليه السلاح وبتقوله انها تتجوزه وبيترعب نادي وبيقولها ان الجوازة دي مش هتنفع وبيحلف لها انه مش هيقول حاجة لحد وفجأة بيوصل للبوليس وبيقبضوا على آية وبنعرف ان عصام هو اللي بلق وبيوحده النادي وبيقوله ان اخوه وتاني يوم بنشوف حمدي هو في النادي مع صاحبه وبنعرف انه طلع على المعاش وانه مش عايز يعرف زوجته وولاده وبيشتكي حمدي لصاحبه وده لانه مش عايز يعمل حاجة غير انه يكون مدير مدرسة وبيروح نادي البنك وبيعزمه المدير على الفطور وبيطلب منه يروح الشغل براحته وده لانه مفكر انه نادي لسه مرتبط بآية وبيجذب نادي عليهم مش بيقوله الحقيقة وبعدها بيروح النادي وبيخبط في هنا واللي بتبقى انفنوانسر مشهورة جدا وبيظهر انها متضايقة من نادي بسبب انه اتخانق معها قبل كده في الجيم وبيفكر نادي انه يدخل في علاقة معاها وبيسأل عصام ان كان هيبقى مبسوط واللي بيوافقه وبيقوله انه هيبقى مشهور جدا فبيقرر نادي انه يكتب اسمها على الجواب والتاني يوم بتقابله هنا في الجيم وبتفضل تبصيله وبتاعتزر له على الحصل ما بينهم وبتطلب انه يخرج معا عشان يتكلمه وبيستغرب عصام لما بيشوف هنا وهي بتكلم صاحبه وبعدها بيخرجه سوا وبيتكلم نادي عن نفسه وبيقولها انه شاب بسيط وانه بيصلي وعنده 30 سنة لكن هانا بتبقى عايزة يتكلم عن السوشيال ميديا بتاعته وبتتصور لايف معا عشان تشيره وبيستغرب نادي انهم مش بيحسبوا على الاكل وده لان هانا عامل اعلان المطعم وبيبدأ نادي يعمل فيديوهات مع عصام وبيزيد المتابعين بتوعهم وبتتبسط انصف لما بتعرف ان ابنها ارتبط بهانا وبتطلب منه ناة شير الفيديو بتاعها الاخير عندها عشان تزود المشاهدات وبيفضل نادي يعمل فيديوهات في كل مكان حتى الشغل وبيتفاجئ حمدي لما بيشوف ابنها بيصور هانا وبتبقى لبسة لبسة غريبة عشان الهالوين لكن هانا بتمبهر لما بتشوف حمدي بسبب لبسه القديم وبتطلب منه انها تتصور معي وبتروح هانا البيت وبتتبسط انصف لما بتشوفها وبتعزمها على الغداء لكن نادي بيتضايق بسبب انها بتصورهم وهم بيأكلوا وبيشتكل عصام وبيقولوا انه حاسس ان كل الناس بقوا عارفين كل حاجة عنه وبتطلب نوها اخت نادي انه يروح لها القوضة وبتقولوا انها لازم تساعده وده لانه في خطر وبتحذره من هنا وده لانه اول ما بتسيب حد بتطلع لايف وبتقول المتابعين بتقعوا عن الشخص اللي كانت مرتبطة بيه هو اللي غلطان وبتحذر نوها اخوها وبتطلب منه ما يخليش هنا تطلع فيديو لما تسيبه وبيعرف المدير انه نادي سابقية وبقى مرتبط بواحدة تانية وعشان كده بيخصم له بسبب التأخرات وبيرجع يعمله زي زمان وبيقرر نادي انه يعزم هنا في مكان ما فيه الشبكة وده لانه تلات يام خلصه ومش بيبقى عايزة تطلع لايف وبتتدايق هنا من المكان اللي هم قاعدين فيه لكنها بتعترف لنادي انها مش بتحب المتابعين بتقعها لكنها بتحب السفر والفلوس والهدايا اللي بتجيلها وبيظهر ان نادي مسجلها كلامها وده لانه بيهددها به لما الوقت بيخلص وبتبقى عايزة تطلع لايف وتفضحه لكنها مش بتعرف تعمل كده وبتعمل فيديو للمتابعين بتوعها وبتفضل تشكر في نادي وبتقول عليه انسان محترم وده بسبب تهديده ليها بالتسجيل اللي سجله لها وبيرجع نادي للبيت وبيلقى اخته مسكة الكارت وبتسأله عنه فبيرتبك وبيحكي لها كل حاجة وبتتفاجئ نوها وبتقرر انها تاخد الكارت ومش بترضى تدهوله لحد ما تفكر في المقابل والتاني هم بيعرف نادي من البواب ان يساميح حجرتهم رجعت العمارة بعد ما اتطلقت واللي بتتفاجئ لما بتشوف نادي وبتلاقيه كبر وبتفكره لما كان صغير وبيخبط على الباب بتاعه وبيجري وبعدها بيعرف نادي اهله على اللي حصل وبيتفاجئ حمدي وبيبقى مبسوط جدا وبيظهر انه كان بيحب ساميحها وبيستغرب ولاده لما بيلقوا والدهم قاعد في المكتب وبيسمع أجاني رومانسية وبيقول نادي لأخته انه الآن وده لان والدهم بتغير من ساعة ما ساميح رجعت العمارة وبيقول لها انه عنده خطة فبتترية أخته عليه وبتقوله انه اكيد هيصحى بدري وهيمشي ورا والدهم فبيقول لها نادي انه اكيد مش هيعمل كده وتاني يوم بنشوفه وراكب العربية مع صوم وبيطلب منه انه يمشي ورا والده واللي بيرقبه وبيشوفه وقاعد في النادي مع صحابه واللي بيحكي لهم حمدي عن قصة حبه لساميحة وبيقول لهم انه مش هيدايا على الفرصة دلوقتي خصوصا انها اتطلقت وبيتصدب نادي لما بيسمع كلام والده وبيعرف كمان انه طلع على المعاش وبيرجع حمد البيت وبيقف قدام العمارة عشان يقابل ساميحة في الوقت ده بيشوفهم نادي وهم بيتكلموا وبيتخال فرحهم ووالدته بتصوت وبيتكلم نادي مع صوم واللي بيقترح على انه يخلي ساميحة تحبه وساعتها والده هيبعد عنها فبيعجب نادي بالفكرة وبيروح لنها وبيطلب منها انها تديله الكرت وبيحكي له على خطته فبتوافق نادي عشان تمنع والدها انه يتجاوز وبيكتب نادي اسم ساميحة على الكرت وبعدها بينزل عشان يرمي الزبالة وفي الوقت ده بيقابل ساميحة واللي بيظهر انها وقت في حبه لدرجة انها بتطلب منه انه يناديلها باسمها وبتديله رقامها عشان يكلمها في التليفون وبيوافق نادي وبتقوله ساميحة انها ما حستش بالمشاعر دي من زمان وبيقول لها نادي انه عايز يخطوبها فبترفض وبتقوله انهم لازم يعرفوا بعد الاول وبيحاول حمدي انه يتصل على ساميحة لكن التليفون بيبقى مجغول وبعدها بيغير نادي طريقة لبسه وبيلبس لبس قديم وبيتكلم مع اهله تاني يوم وبيقولهم انه هيعرفوا مع البنتة لا يخطوبها وبيتصدم حمدي وانصف لما بيعرفوا انها ساميحة وبيتخيل حمدي فراحة على ابنه وزوجته عمالها تصوت وبتزعق لهم انصف وبيتردهم حمدي من البيت وبتطلب ساميحة من نادي انه يسر على موقفه ويتمسك بيها وفي الوقت ده بيسمعوا بابنها وبيقرر حمدي انه يعرف طليق ساميحة وبيخالي البقى وبيكلمه ويعرفه وفي الوقت ده بيكون نادي في الكافية مع عصام واللي بيفضل يغلط في زوج ساميحة من غير ما يلاحظ انه واقف وراه واللي بيتعصب جدا وبيضرب عصام وبيرجع نادي للبيت وبيبقى خاف جدا وبتقترح نادي انه يصالح ساميحة على طليقها فبيوافق نادي وده لان مفعول الكارت هيخلص وبيتصل عليها وبيطلب منها انها تقابله في النادي في نفس الوقت اللي بيتفق فيه مع طليقها انه يقابله في نفس المكان وبينجح نادي في انه يصالحهم ويخلوهم يرجعوا لبعض وبيبعد والده عن ساميحة وبيقول لأهله انه كان بيعمل خير وانه كان عايز يصالح على طليقها وبعدها بيقابل نادي عصام وبيطلب منه يروح معه للمعرض عشان يشتري عربية جديدة لكن عصام بيبقى مدائق منه وده لانه طلب منه يشتري عربية مستعملة لكن نادي بيبقى مصر انه يشتري واحدة جديدة وبيفضل حمد زعلان بسبب ان ابنه وبيعرف انه طلع على المعاش وبيقول لابنه انه مش عايز يطلع قدام زوجته انه عاطل عشان كده واخب عليهم وبيطلب منه يفضل محافظة على السر فبيوافق نادي وبعدها بيروح البنك وفي الوقت ده بتظهر فريدة واللي نادي بيتخاني معها بسبب نهرقنا غلط وبيطلب منها انها تتعلم السواقة وبيشتمها وبيمشي وبعدها بيدخل المكتب وبيحكي لاصحابه على اللي حصل وبيسألهم عن فريدة اللي هتعملهم التقييم فبيقولوا حلمي انها اقوى واصغر مديرة في تاريخ البنوك وبيظهر انها صعبة جدا وبتطرد ناس كتير لكن نادي مش بيهتم بكلامهم وبيقولهم انهم مكبرين الموضوع لكنه بيتصدم لما بيشوفها وبيعرف ان هي نفس الست اللي شتمها الصبح وبيرتبك نادي جدا وبيعرف انه خلاص هي تفصل وبيخفى كتر لما عملت البوفي بتقولهم على اسماء الموظفين اللي ترفدوا وبيحاول نادي انه يمشي من غير ما حد يلاحظه لكن فريدة بتشوفه وبتقوله انها تبتدي بيه هو الاول تاني يوم وان تقييمه هيبقى غير كل الموظفين وبيحكي نادي اللي حصل لعصام وساعتها بتجيله فكرة بيقرر يكتب اسم فريدة على الكرت عشان تقع في حبه وبتشجعه ناها وبتقوله انه لازم يفكر في نفسه وتاني يوم بيروح نادي البنك وبيبقى مبسوط وبيدخل المكتب على فريدة هو اللي بيظهر انها عجبت به لكنها بعدها بتشتمه وبتطرده من المكتب فبيحبط وبيقرر انه يقدم استقالته لكنه بيتفاجئ لما فريدة بتدخل على المكتب وبيعرف انها عملت كده قدام الموظفين عشان ما يشوكوش فيها وبتطلب من نادي انه يخرج معها بالليل وبعدها بتتأسف له عليها يحصل وبترجع تهزقه بصوت عالي ولما بيجي الليل بيخرجه وبيروحه لمعرض لوحات وبتقوله فريدة انها بتحب الفن وكان نفسها انها تبقى فنانة تشكيلية لكن والدها اثار انها تطلع زيه وبيزهق نادي وده لانه مش بيقفهم اي حاجة في الفن وبيطلب من فريدة انها تمديله على التقرير فبترفضه بتقوله انها تمديله عليه تاني يوم لكن نادي بيروح الشغل المتأخر بسبب ان فيه واحد قفل على عربيته وبيتصل على عصامه وبيطلب منه لوصله واول ما بيدخل لفريدة بترفضه بتقوله انه تأخر ساعة وانه دوره راح وبتتأسف له على تعمله وبتزعله بصوت عالي وبتطرده ولما بيجي الليل بيخرج نادي معها عشان يتعلم رأس معاصر لكنه مش بيبقى مقتنع وبيسيب المكان وبيهرب وتاني يوم بتروح له فريدة المكتب عشان تمدي على التقرير لكن نادي بيبقى نسيه في البيت وبعدها بيقترح عليها انه يفتح لها محلة انتيكات بتاع جده عشان صاحبه ويعمل نادي وتشعر فيه وبتتبسط فريدة جدا وبتوافع الاقتراح وبيقرر والده والدته واخته انهم يحضروا ومش بيبقوا فهمين اي حاجة من شعر صحف فريدة وبيقرر حمدي انه يقول شعره وكمان وبتتأثر فريدة بشعر حمدي وبتقولي نادي انه والده عبر عنها وبتمدي على التقرير وفي الوقت ده بيقرر حمدي انه يقول الحياة لزوجته وبيعرفها انه طلع معاش من سنتين وتاني يوم بيروح نادي البنك وبيتصدم لما بيلايها موظفة تانية هناك واللي بيكون اسمها مونة وبيروح للمدير وبيزعق له لكنه بيتفاجئ لما بيعرف ان فريدة كتبت التقرير بتاعه ممتاز وعشان كده هم اجابوا موظفة جديدة عشان تساعدوا في الشغل وبيتصدم نادي لما بيقابل فريدة وبيلايها لسه بتحبه وبتقولوا انهم محتاجين ياخدوا خطوة جديدة في علاقتهم وبيعرف النادي ان اسمها ما تمسحش من على الكرت ومش عارف ايه السبب وبعدها بيتكلم مع اخته وبيطلب منها انها تساعده عشان يسيب فريدة لكنها بترفو تساعده من غير مقابل وبيسمع نادي كلام عصامه بيجرب مع فريدة كل الطرق عشان يسيبها لكنه بيفشل لحد ما فيهم بيشوف فيديو لخبرت الطاقة اللي اسمها ردوة واللي بتتكلم عنها لعلاقات السامة وان ازاي الانسان يبعد عنها فبيقرر نادي انه يروح لها وبتطلب ردوة منه انه يتكلم مع فريدة بصراحة فبيسمع نادي كلامها وبيتكلم مع فريدة وبيقول لها انه ما كانش بيحبها وانه عمل كده بس عشان التقييم فبتتعصب عليه وبتشتمه وبتمشي وبيظهر انه نادي اعجب بردوة وده لانها فهمها وفي الوقت ده بتتكلم انصف مع حمدي وبتقنع ويفتح قناعه على اليوتيوب ويشرح فيها للطلاب وفي الاول حمدي بيبقى رافض لكنه بيقتنع لما بتقوله انه هيقدر يفيد كل الطلاب مصر بعلمه وبيكتب نادي اسم ردوة على الكرت وبتعجب به اول ما بيدخل عليها وبتقوله انها حاسة بطاقة ايجابية وانه ابراجهم متوافقة جدا ودي حاجة ندرة وبتقرر ردوة انها هتشتغل على الطاقة السلبية اللي عند نادي وبتقوله انه عنده مشاكل كتير في حياته وبيستغرب عصام لما بيقابل نادي وبيلاي بيتحك طول الوقت وبيقوله ان ردوة هتزبط له حياته وهتخرج كل الطاقة السلبية من حياته وبيتصدم حمدي وانصف لما بيرجعوا البيت ومش بيلقوا العفش بتاعهم وبيعرفوا ان نادي هو اللي تخلص من العفش وبيقول لأهلهم ان العفش ده مريضه انه كله طاقة سلبية وانه حالان بيتعافى منه وبتفكر انصف ان ابنها تجنن وبتقرر انها تحضر هي وجوزها وبنتها لصف اليوجة بتاع ردوة واللي بتطلب منهم انهم يسمعوا المزيكة ويتردوا كل الافكار السلبية اللي جواهم وبعدها بيروح لها نادي البيت عشان يتعرف على صحابها واللي بيتصدموا لما بيشوفوا اللحمة اللي نادي جابها معاه وبتتعصب ردوة وبتقولوا انهم نباتيين وانهم مش بيأكلوا الحيوانات نهائي ودلقناها بتصعب عليهم لكن نادي مش بيبقى مقتنع بالكلام ده وبيأكل هو الواحد وبعدها بيقابل عصامه اللي بيظهر انه بيكره ردوة وبيقول لنادي انها عايزة تغيره لكن نادي بيبقى بيحبها وبيطلب منه ويطلع معهم رحلة للسحرة ولا هيفضلوا ساكتين فيها لمدة يومين وبيرجع نادي البيت وبيكلم ردوة وبيقولها انه مش عارف ينام فبتعملوا اصوات غريبة عشان تساعدوا ينام وبيستغرب نادي من اللي هم بيعملوا وتاني يوم بيروح الرحلة وبيفضل عصام ساكت لحد ما بييجي الليل وبيفتح نادي الكارت وبيلاقي اسم ردوة لسه فيه فبيتبسط جدا وبيعرف انها نص التاني وتاني يوم بيطلب ادراده قدام كل الموجودين وبيكتبلها جواب وبتبقى ردوة هتوافق في الاول لكنها بعد كده بتتصدم لما بتعرف ان نادي مش من مواليد واحد سبعة وبتقوله انه دمر تقطها وبوز التناغم اللي في حياتها وبتعايته بتقوله انه مش متوافق معها بسبب انه برج الجوزاء لكن نادي مش بيبقى مهتم بالابراج وبيحاول يقناعها لكنه بيفشل وبتسيبه ردوة وبتمشي وتاني يوم بيروح نادي البنك وبيقوله المدير انه هيروح العميل عندهم وهيمضي على الاوراق بسبب انه خد منهم قرد فبيوافق نادي وبيظهر ان العميل هو ابرام الممثل وبيدخل نادي موقع التصوير عليه وبيطلب منه يمضي على الاوراق لكن ابرام بيتعصب عليه وبيطلب منه يمشي ودلق انه بيصور فبيقوله نادي انه كان مفروض يروح البنك ويمضي على الوراق وبيفضل يتكلم وبيقوله انه مفيش حد يعرفه من الاساس وبعدها بيقعد وبيستنيه وفي الوقت ده بتظهر ياسمين رئيس الممثلة لكن نادي مش بيتعرف عليها بسبب انها بتبقى لابسة عباية وبتهتزر له ياسمين عن اللي الموظفين عمله معاه وبتقوله انها هتطلب له حاجة يشربها لكن نادي بيرفض ودلق انه مفكر انها فقيرة وبيتصدم لما بيعرف انها تبقى ياسمين رئيس الممثلة وبيندم انه معرفش يتكلم معاها وفي الوقت ده بيسجل حمدي حلقة التاريخ وبيظهر انه تشهر وبعنده متابعين كتير وبيرجع نادي البيت وبيفضل يتفرج على صور ياسمين رئيس وبيقرر انه يكتب اسمها على الكرت وتاني يوم بيروح لها موقع التصوير وبتفضل ياسمين تبصله لحد ما بتخبطه بالعربية وبعدها بتاخده الكارفان بتاعها وبتقوله انها حسها بحاجة غريبة وانها اول مرة تحس بالمشاعر دي فبيقول لها نادي انه في بنات كتير قالوله الكلام ده لكن ما كانش عايز اسمها غير منها وبيستغرب اهله لما بيشوفوا راجع البيت وقدي مكسورة ومش بيصدقوا ان ياسمين رئيسة اللي خبطته وانه عايز يخطوبها حتى عصام بيستغرب كلامه وبيحضر نادي التصوير وبيتدائق من المشهد اللي بين ياسمين وابرام بالسبب انها بتتحيل علي انه ما يسيبهاش وبيتريع نادي على المشهد وبيقولهم ان ده اكيد خيال علمي وبعدها بيتخاني مع ابرام واللي بيسأله عن اللي بعته عشان يدمر مشواره الفني فبيقولوا نادي وقفين المشوار ده اساسا وبيرجع نادي البيت وبيلاقي واحد غريب وبيجدب اهله عليه وبيفاهمونه ساكن جديد في العمارة لكن نادي بيكتشف الحقيقة وبيعرف انه دكتور نفسي وبترده من البيت وتاني هون بيقابل نادي ابرام وبيستغرب انه بطل فيلم جديد فبيقوله ابرام ان ياسمين رئيس بتتسلى بيه وانه كل اللي في الوسط عارفين انه غلطة في حياتها وبيطلب منه ان يطبسط يومين عشان هي هتسيبه بعد ما تزهق فبيقلق نادي لكنه بعدها بيقابلها عشان يتعلمه الرأس بس نادي بيغير على ياسمين وبعايز هو ليرقص معيها وبعدها بيعزمها على مطعم وبيقولها ان المكان هادي لكنهم مش بيعرفوا يأكلوا بسبب ان معجبين كتير بيبقوا عايزين يتصوروا مع ياسمين وبيقرر نادي انه يسيبها وبيطلب منها انهم يبقوا صحاب وده اللي انه مش يعرف ايش حياتها فبتتحيل ياسمين عليه وبتقوله انها تعلقت بيه فبيقولها نادي انها مش هتفتكره لما تصحى من النوم والتاني يوم بيروح البنك وبيتدايق بسبب ان المدير مش بيرضى يديولي الاجازة لكنه بيقترح عليه انه يعلم مونة الشغل بتاعه وانساعتها يقدر ياخد اجازة فبيوافق نادي وبيقولها كل حاجة عن الشغل وبيطلب منها انها تركز وده اللي انهم بيشتغلوا في بنك مهم فبتقوله مونة انها فهمت كل حاجة وبعدها بيجي لها مكالمة من والدتها وبيغم عليها بعضها على طول فبيقولها نادي انه مش وقته وبيسألها عن مين هيشين الشغل وبيروح المستشفى معيها وبتطلع مونة لولدتها من غير ما تكتب البيانات وبيتصل نادي عليها وبياخد البيانات بتاعتها وبعد شوية بتخرج والدتها وبيوصلهم نادي بالعربية والتاني يوم بيرجع البنك وبيتأكد ان مونة عرفت كل حاجة عن الشغل وبيروح للمدير عشان ياخد اجازة لكنه بيتصدم لما المدير بيقوله ان عنده مأمورية مع مونة وانهم هيسافروا اسكندرية وبيضطر انه ياخد عربية والده بسبب ان عربيةه بتتصلح وبيتفاجئ لما بيلاي مونة جايب اكل كتير وبيعرف ان المأمورية بقت في كفر الشيخ ولما بيوصلوا مش بيلاوا الموظف اللي هيقابلوه فبتسأل مونة واحد عن مكان بيقدم فطير مشالتت فبيطلب منهم الراجل انهم يركبوا العربية وهو يوصلهم وبتتبسط مونة قاوي وبتفضل تغني مع الستات في العربية وبتاكل كتير جدا وبتقول لنادي انها عايزة تشرب شاي فبيقول لها انها تقليدية جدا مش معنى يعني انها في مكان كله خضرة يبقى عايزة تاكل فطير وتشرب شاي وبتتفاجئ مونة لما بتلاقي زوقه في الاغاني زيها وبيسألها نادي عن اللي هي مخبية ورى شخصيتها المهايبرة اللي دمها خفيف فبتقول له انها بتتعامل بطبيعتها وتاني يوم بيروح نادي المكتب وبيجيب لمونة فطر معاه وبيعرض عليها انهم يروحوا كافي بعد الشغل فبتوافق مونة وبيكلمها نادي عن علاقاته اللي فشلت وبيحكي عن نفسه وبيقولها انه عايز يفتح المحل بتاع جده وعايز يلاقي نصه التاني فبتقول له مونة انه محتاج يعرف نفسه الاول عشان يعرف شرك حياته فبيتبسط نادي بكلامها وبيخرجه كتير وبتتطور علاقتهم وبتلاحظ نادي انه اول مرة يبقى مبسوط فعلا وبيقرر نادي انه يعترف لها بحب وبيقولها انه معجب بيها فبتقول له مونة انها وغدى بالها لكنها قلقانة بسبب علاقته الكتير وبتطلب منه يديلها فرصة عشان تفكر وبيشجعه عصامه وبيقول انه مونة اول واحد يحباب جد وانه لازم يحاول فبيتقرر نادي انه يكتب اسمها على الكرت عشان توافق على طول لكنها بتمنعها وبتطلب منه يسيب الموضوع طبيعي فبيوافق نادي وتاني يوم بيقابل مونة وبيتفاجئ انها بتاخده المدرسة بتاعتها وبيقول لها انه دي نفس المدرسة بتاعته وبيحكي لها نادي عن البنت اللي كان بيحبها وانه والده تاري عليه قدام الطلاب فبتسألهم مونة على اسم البنت اللي كان بيحبها فبيقول لها انها نفس اسمها وانه في شبه كبير ما بينهم فبتقولوا مونة انه غبي جدا ودل انها بتحاول تشرح له وتلمح له انها نفس البنت اللي كان بيحبها وبيتصدم نادي لما بيلاقي الجواب اللي كان كاتبه معيها وبتقولوا مونة انه صيب عليها لما والده هزقه في الطبور وانها خافت تكلمه لما شافته في البنك ودل انها كانت خايفة انه يكون نسيها فبيعترف لها نادي وبيقولها انه عمره منسيها لكن مونة بتفضل قلقانة من علاقته الكتير وبتتصدم لما بتعرف منه حكاية الكارت وبتقولوا انه كان بيستغل البنات وانها مش عايزة تعرفه تاني وبتسيبه وبتمشي وبيقرر نادي انه يقدم استقالته وبيودع عواطفه حلمي وبتشوفه مونة هو ماشي وبتسلم عليه وبتمشي وبيتكلم نادي مع عصامه وبيقولوا انه خط قرار انه يفتح محل جده وبيفضل نادي زعلانه وبتقولوا نوها ان مونة هي الوحيدة اللي فرقت معاه فبيقولها انه حكا لها كل حاجة عشان يثبت لها انه هيتغار علشانها لكنها ما فهمتوش فبتقولوا نوها انها معذورة وانها اكيد مفكرة انه بتاع بنات وفي الوقت ده بيجي لنادي فكرة وهو انه يقابل كل البنات اللي عرفهم ويعتذر لهم ويخلوهم يعملوا فيديو للمونة والتاني يوم بيقابل شيرين واللي بتقولوا انها مش فكرة علاقتهم من الاساس وبتوافق تسجل الفيديو وبعدها بيروح نادي السجن وبيقابل آية واللي بيظهر ان ربنا هداها وبقتصلي وبتقول لنادي انها قابلت الست اللي ربتها في سجن وبتقرر آية سامح نادي وبتوافق تسجل الفيديو وبعدها بيعمل تمثيلها على هنا وبيجدب عليها وبيفهمها انه انتحر فبتروح للمستشفى وبتصور فيديو للمتابعين بتوعها وبعدها بتسأل نادي عن اللي عايزه منها فبيقولها انه يحكي لها كل حاجة وبيطلب منها انه تصور فيديو المونة وبعدها بيقابل رضوة وبيعتذر لها على العمل ومعيها وبتقوله انها مش متضايقة منه خالص وبتوافق على طلبه وبيستهرب نادي لما بيقابل فريدة وبتوافق على اللي هو عايزه بسرعة وبتقوله انها كانت غلطانة ودلقناها كانت مشغولة بنفسها بس وما كانتش مهتمة تعرفه وفي الوقت ده بتروح نوها للمونة وبتقول لها ان اخوها تغير من ساعة معرفها وبتديلها الكارت عشان تتأكد ان نادي ما كتبش اسمها وبتتأثر مونة لما بتشوف فيديو البنات اللي نادي عارفهم واللي بيمدحوا فيه وبيقولها انه بيحبها فعلا وان هي لازم تسامحوا لكن مونة بتصر على رأيها ومش بترضى تدي فرصة لنادي وبتقوله انه عمل كده عشان يريح نفسه بس وانها مش تقدر تضمنه تاني وبتسيب نادي وبتمشي وبيفكر نادي وبيقرر يقتحم البنك هو وعصام وبتتفاجئ مونة لما بيقتحم البنك وبيشيل القناع وبيظهر وشه وبيقرر لها الجواب اللي كان كتبهولها في المدرسة وبعدها بيتقدم لها فبتتبسط مونة وبتوافق لكن نادي بيتصدم لما بتقوله انها صحيح ببلغة البوليس واللي بيوصله وبيقبضه عليه هو وعصام وبتقوله مونة انها تستنى حتى لو خدمه قبل وبعد سنة بيتجوزه وبتتكلم والدة نادي معاه وبتقوله انها عايزة تشوف اولاده وبيطلب عصاب منه الكارت لكن نادي بيرفض وبيقوله انه قطعه وبيتأثر نادي لما بيشوف مونة بفستان الفرح وبعدها بتعرفه انها ما قطعتش الكارت وان هي خبته زي ما جده عمل وبعدها بيرقصه وبيبقوا مبسوطين جدا الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطر عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام